السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودلوقات هنشوف ازاي نعمل ادراج للصور والكلام في برنامج الانتزايد تمام دلوقات انا ممكن اقول له فايل بليس بليس بيبدأ يديني ان انا احط صور ملف بدي اف ملف وورد ملف ارتي اف تمام زي ما انا عايز خلينا اقول له مسلا مسلا انا انا ممكن تقول له بدي اف وتدخل بدي اف كله او وورد زي ما هو بيبقي كل الحجر دي اف وبرده بيبقي الامبسري الواف كل الامتاد دي قدامك هو بيبقي طيب خلينا نختار امج 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 اخاف اقول له بدأ يظاهر لي بس ايه السور فانا اقول له مسلا انا عايز على سيء من السهل الصور دايت تمام دي انا استخدمها في المجلة بتحتي او في الكتاب بتاعي. هابدأ احط الصورة بالشكل دوت. تمام? طيب. خلينا نبدأ دلوقتي مثلا اقول له نعايز ملف بدي اف. واقول له مثلا نعايز الملف ملف بدي اف يكون صغير. وليكن مثلا دوت. تمام? بيبدأ عمل بليس لده على طول. تمام? ممكن نقول له ما تعملش البيس بان انا هدوس كنترول زد. وابدأ اصحب كده. تمام? طيب. برضو ممكن تقول له ملف كورد ويبدأ هو يملى لك الورد. او تقول له انا عايز اعمل ملف تيكست. وهنبدأ نحط كده ملف تيكست اهوت. تمام? ونبدأ نحط اي كلام. من طيب ممكن نقول له فهو يبدأ يملى الكلام بشكل دوت. طيب. هو دلوقتي كده الكلام جاي على الصورة. تمام? فانو محتاج ان انا اخلي الكلام مايجيش على الصورة. اعلمت دلوقتي على الصورة. تمام؟ واجي هنا على. التيكست هنا. وقول له انا عايز لو انت الحاجات دي بيش موجودة عندك هتلاقم هنا في الويندوز. تمام? الحاجات اللي هي خاصة بالنوف زيات. لو فيه نوف زيات. اذا فيه بنقصة بيش موجودة عندك. تمام? ممكن اقول له خلي الكلام مايجيش على الصورة. بالشكل دوت. تمام? طيب. خلينا نعلم مع التاكست وقول له ترفادة الصورة اول ما تلاقي صورة تفادية تمام طيب او بالشكل دوي طيب لاحظ حاجة ان هو جيه هنا الصورة دي ما تجاهلهاش فانا برضو اعمل عليه مسلكت وقول له ايه حاول تتفادة الصورة طب اللي حصل ايه بها دلوقتي؟ اللي حصل كان لقاتي ان فيك كلام مش ظهر معي دلوقتي بس هو مظاهر لكده علامة ان خلي بالك فيه كلام موجود هنا فانا هدوس هنا علامة الزائد ديت تمام؟ او هاجي هنا على التاكست وابدأ اكبر المكان دوت تمام؟ فيه كلام مفروض يظهر في الصفحة اللي بعد كده هدوس علامة زائد بيبدأ يكمل الكلام من اخر حرف تمام؟ والميزة الميزة ان لو انا جيت هنا وكتبت اي كلمة هو اوتوماتيج بيرحل الكلام من هنا للصفحة لتحتها زي ما انت شايف الكلام بيترحل تمام؟ دي من ضمن الحاجات القوية في برنامج الاندزاين ان انا قدر اخلي الكلام يكمل طيب لو انا عندي وانا اشغال الصورة تقيلة فامتقال الجهاز فممكن بكل بساطة اجي هنا من view واقول له وانا عايز فاصل فبيخليلي مجرد مربع بحيس ان الجهاز يبقى سليم معي وتنيل بسرعة تمام؟ ممكن اقول له لا ده انا عايزها معتدلة فمن view باجي هنا بيقول له typical display فبيجيب لي الصورة ببساطة لو انا عايز بقى خلص خلصت الشغل وعايزت اشوف النتيجة النهائية فبقول له انا عايز high quality display فبيبدأ يجيب لي اعلى جودة للصورة تمام؟ فاحنا شوفنا ازاي ندخل تيكست وازاي ندخل صورة طيب التيكست في شوية حاجات جويسة جدا لما تجي تعلم على التيكست بيبدأ يجيب لك بقى الخطوط الخطوط دي تقدر تحكم فيها تمام تغير البونت مثلا تغير شكل الخط تغير الخط تخلي الخط كبير شوية بالشكل دوت تخلي المسافة بين الفقرات اكتر تخلي الحاجات تبقى اكبر شوية تمام؟ ده تخلي فيه خط تحت الكلام تصغر الشكل تتغيره ممكن تتحكم فيه اللون نفسه بالشكل دوت تمام؟ تقدر تخلي فيه ميل هو بديك تحكم اكتر في النصوص اكتر من برنامج الورد تمام؟ بتبدأ تقول له انا عايز اخلي مثلا الحاجة في النصوص يميل شمال زي ما انت عايز تمام؟ موضوع المحاذاية دوت براجراف برضو بيديني تحكم اكتر في الشكل تمام؟ وهنا بلاقي تحكم فيه البراجراف نبدأ تختار مثلا ممكن تقول له العامة دي لما بتشيلها بيخلي لو كلمة مقسمها نصين خلي بالك كان فينا بعض الكلام مقسمت نصين وبتسيب شرطة وتكملت الناحة التانية تمام؟ لأ لما بتشيل العامة ديت خلاص بيبدأ يخلي الكلمة كاملة ويراحل باقي للصفحة اللي بعد كده تمام؟ هنبدأ تشوف الموضوع ده كله بالتفصيل في الدروس اللي جاي